السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديدو سامودي هالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد فيديو اللي حقيقة هو عبارة عن هدية مئة بالمئة من قناة ديدو سامودي لكل المبتدئين والمحترفين اللي كيربيو الالانيب هالنهار ان شاء الله هاي قفش خافو من جارب دير الالانيب هاي طريقة مجربة ان شاء الله يعني انا ما عنديش هاد المشكل دي الجارب الالانيب ولكن اخديت هالطريقة من عنده واحد صديق ما حاجة الوحيدة اللي بغاء انكم تحملوا الوالدين ديالو قال لك قدمها بكل طيقة وراها مجربة من مدة ثلاث ايام كان جاه واحد الجارب الواحد شانشيلا بين عينيه والذي الزغب كيت نتفلو وفرجليه وهالطريقة اخدها من عنده واحد المرأة مرأة كبيرة وديرها وقال لي رأى صدقة مئة بالمئة الناس ما راديش فقوا يخافوها ان شاء الله من جارب الالانيب لا الاحتياط واجب تسميته النظافة مزيانة نقياه مزيان كما عودتكم في الفيديوهات ديالي كنقلكم نقياه قادوا مزيان ان النبي كن نقي قادي تأتيت تحسن تفصحتوه بزاف ديالي الحواج ولكن الى تحتوف هاد المشكيل راها تسديد هادا كي يقولكم انه ما غا تقوش خافو من جارب الالانيب الالانيب باتاتا كيفما كان نوع ديالو والمشكيل انه هو ماشي مشكيل ولكن هادا يعني واحد الجانب ايجابي مئة بالمئة ان هاد هاد دواء ارخيص للغاية اسمه هو وهو غي اعط شي العادي راها التامن ديالو راها مكتوب فيه كما كتشوفو راك يدير سبعة دراهم ونص اه هو اعط شي العادي اللي كيتباع في المحلات وزيت البلدية قاعد الناس را عندهم زيت البلدية او قاعد ما عندكمش شريو غي المقدار اللي عادي تخدموا به انه زيت البلدية مشي مشكيل انه تكون حايلة ولا تكون يعني اه اه اصلية ولا لا غي تكون زيت عادية ديال الزيتون زيت الزيتون تقدروا تشريو من المقدار اللي بغيتو وبلا شكرة قاعد الناس را كيكون عندهم زيت الزيتون في الدار ديالهم اما الماكلة اما الطيار المهم زيت الزيتون عادية طريقة هي كالتالي انتما تجيبو جيش كسان عاديين جوج اه 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 ايناء ولا كما تغيكون وغادي تحطوه نفس المقدار هانتو ممكن ما كتشوفو معايا وخات كتر شي شوية وخات قلل اللي المهم انها اخد دماء مئة بالمئة ها الطريقة نفس المقدار ديال الزيت زيتون مع نفس المقدار ديال اطشي اطشي اللي هو جفي العادي كيشيرو بليطرو ماشي هي الروح ولا شي حاجة غالية ولا انتو ممكن ما كتشوفو اه الثامن ديالو ثلاثة دراهم عفو انا راني مبني نصف الثامن مرادين شي عبطلنا يا هاو مدنين ثلاثة اه سبعة دراهم ونصف ثامان رخيص وكتجيبو الزيت ديال العود العادي كما بغا تكون وخات تكون اصلية ولا عادية وخات شريو المقدار اللي بغيتو شريو مثلا غي اه خمسة دراهم ولا اللي بغيتو ماشي من اللي بغيتو يطرو ان هادي انا كدوا غي كتنسحو به واني كتجيبو نفس المقدار كما وريدكم هنا في الكيسان نفس المقدار كتجيبوه في الكاس اللي اول ولا الاناء اللي اول الاناء الثانية وتانية نفس المقدار ديالو خيكم تفوتين شوية مش مشكل وكتخلطوهم بهالطريقة عادي انتو ما كيما كتشوفو خلطوهم صافية ومعطاوكم هنا واحد المحلول انتو ما كيبقى الزيت الفوق معروفة الزيت هادي بقى الفوق وسميتو ان الماء كيكونها تتقل من الزيت معروفة ولكن انتو ما يخلطو بهالطريقة بحال هكا معلقة ولا هكا انتو ما حرركم بهالطريقة كيحتكم هاد المحلول هكا هاد المحلول غادي تشدوه وغادي تجيبو البونجة ولا اي حاجة مهم ان ما كنصحبش عليكم كندير شي حاجة اللي خارقة ولا غيارة تجربة مجربة ما غاديوش قاو تخافوا من جربة بالآلاني يعني ربيوا الآلاني بديالكم بوحد ثيقة لانا قاعد الناس كلهم الحاجة اللي كيخافوا من هال فاش كيبغوا يشيرو شي آلاني بمن الصوق ولا كيقولك واش فيهم من الجربة واش فيهم من الجربة لا ان شاء الله ما غاديش خافوا من الجربة انتو ما ماشي غاديش شريو آلاني فيهم الجربة ولكن من آلاني بديالكم ها وما انتو ما كاتر بهم ومثلا غفلتوا عليهم ولشين هار تصابتهم الجربة انكم ما غاديش خافوا منها هاد المحلول غادي تخلطوه هاكا باعت طريقة انتو ما نفس الكيمياء اللي تديروه في الزيت العود اللي عادية زيت زيتون كتديروها في آت شيء ولا اي محلول دير جافي اللي كيتباع بليطر وماشي من لا ما يكون آت شيء ها مكيني بزاف دي السمية مهمتو ما اعط شيء ها وكيترس بعد درامو ونص على زيت العود وخشلوا المقدار اللي بغيتو خلطوهم ها الطريقة وشدوا الاماكن اللي تصابوا بها الالاني بديالكم ومسحوا البونجة ولا شيشيتة ولا اللي كان ومسحوا هادك المنطقة جيدا مسحوها مزيان وهاد المحلول ما تكرهوش يعني تمسحوا به الكاش كامل ان ذاك الجربة راكت تسرح من واحد لواحد ثم هادك الجهة اللي تصاب بها مسحو بها الجهة هي كتكون بحل الصغرب كيبداي كيبقى يتنسل من هادك الجهة وكيبقى يسرح وكيبقى يجي يجي من منطقة المنطقة هادا هو الجرب خلينا من 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 القشور ديال الودنين اللي وردتكم حل الفيديو في السابق الذاك بلود الميتيل هادك هادك تصوتوه في الودنين اما هادا البرايسة البرايسة اللي مشا من ها الزغب هادك هي اللي كتشدوه هاد المحلول هادا انتوما ديما كيبقى الزيت الفوق يطلع انتوما حركوا جيدين هاكا باش باش يتخلطوا بعضياتهم وعاد حقودك الجهة المصابة وشدوه هاد المحلول وحقوه به الكارج كامل اكا غي واحد اليومين تلتة ايام انا السيد راي قال لي نهار الثالث انبت ازغب تحيل هادك المشكي وانبت ازغب راي هادي الطريقة مجرابة من عند الناس ديال بكري احنا راي احنا كان ناخدوه احنا كان اعترفوه بالناس ديال بكري ويعني هم اللي عندهم تجريبة في هاد الشي وبكري راي ما كانش تدوه اني كان شيريه من 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 فرماسي يعني اللي راي كان غي هاد المحالين مساكن كانوا كي ديال بانيوا راسهم واحنا كان ناخدوه عندهم هات تجريبة هات تجريبة راي مجرابة للي مئة بالمئة انا ما عنديش المشكلة المشكلة ديال جارب ولكن هادرها طريقة سهلة مجرابة اخدوها من عندي كهدية من قناة دي دي سامودي ودعوه مع هاد السيد لان اقل لك انا بغيت غير رحمة الوالدين هادرها من الاسرار اللي كي يخبيوها جدودنا هو اعطاها لنا بغا اقل لك رحمة الوالدين دعوه معاه هاد الشي اللي تقدروا تديره الى خدمتلكم هاد 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 طريقة هادي اه كان شكركم على التعاليق ديالكم وكان رحب بكم اه هاد الفيديو هدف حقا انا كانت سننه من شحال هادي لان انا كان بغين فيد المشاركين ديالي والمتسبعين ديالي اه طريقة سهلة اه مرحبا بالتعاليق ديالكم ساندونا وتكيو على الجراء الناس اللي بقي ما شاركوش معانا يشاركوها هاد المعلومات قيمة ومشاريع اه خيصة في الثامن ويعني مزيانة مئة بالمئة اه ناس اللي الفقراء يديروا هاد النوع من 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 المشاريع هاد مشاريع صغرى كتديرها في دارك ما عندك ما كتحتاجش مساحة وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله انتما طريقة سهلة إلى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله